اشتركوا في القناة اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانة وبلغ الرسالة ونصح للامة وعبد ربه حتى لبى داعية وعاش طوال ايامه ولياليه يمشي على شوك الاسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وارشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وامن الخائف وطمأن القلق ونشر اضواء الحق والخير والتوحيد والايمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد حياكم الله جميعا ايها الاخوة الفضلاء الاعزاء وايتها الاخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وعملكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا واسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته ان يجمعنا في الاخرة مع سيد الدعاة وامام النبيين في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك ومولاه احبتي في الله احداث النهاية سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والاسلوب الدعوي يسعدني ويشرفني ان اقدمها للمسلمين في انحاء الارض فما احوج المسلمين الان الى فقه هذه المرحلة الى هذه الموضوعات لعل الله سبحانه وتعالى ان يخرجنا من غفلتنا وان يردنا اليه ردا جميلا لا اقدم الان هذه السلسلة هروبا من الواقع ابدا والله وانما اقدمها تصحيحا للواقع لان كثيرا من الناس يعيشون الان في هذه الحياة الدنيا وهم يتوقعون ان الحياة ستنتهي بالموت نسي كثيرا من الناس انهم سيبعثون نعم سيبعثون وسيقفون بين هذه الحق تبارك وتعالى للسؤال عن كل ما فات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال جل جلاله وكل انسان الزمناه طائره في عمقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة ستتغير معالم الحياة تماما اذا انطلق الناس في كلامهم وافعالهم وحركتهم وبنائهم وحبهم وبغضهم من هذا الاساس من هذا الاساس الا وهو انهم سيقرؤون هذا القول وهذا الفعل في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى وسيحاسبون عليه وسيسألون بين يدي الله تبارك وتعالى عن الاقوال والافعال وانقلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لو انطلق الناس من هذا الاساس لتغيرت صورة هذه الحياة التي يتعامل فيها الانسان مع اخيه الانسان بصورة وحشية ربما تستحي الوحوش الضارية ان تتعامل بها مع بعضها البعض في عالم الغابات فكثير من الناس تناسى هذا اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الحق تبارك وتعالى فانا لا اقدم احداث النهاية غروبا من واقعنا الذي نعيشه بمشاكله وازماته وجراحه وآلانه وانما اقدم احداث النهاية لأوقظ نفسي واخواني واخواتي لاذكر نفسي واخواني واخواتي لنصحح الحياة لنصحح الاقوال والافعال والاحوال والنيات ليعلم الجميع ان الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لان الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر ولان العمر مهما طال لابد من دخول القبر لان الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر ايا من يدعي الفهم الى كم يا أخ الوهم تتبع الزم بالزم وتخطي الخطأ الجم تتبع الزم بالزم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهوة وتختال من الزهوة وتنفض إلى اللهوة كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سن هناك الجسم ممدود هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمس العظم قد رم فزود نفسك الخير فزود نفسك الخير فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتى من راح بآداب محمد يأتم صلى الله عليه وآله وسلم نعم أيها الأحبة أحداث النهاية تبدأ بالموت وتنتهي إن شاء الله جل وعلا بالجنة أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم جميعا أيها الفضلاء أيها الفاضلات أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع سيد النبيين وإمام المرسلين إنه ولي ذلك والقادر عليه الحياة تنضي مسرعة الحياة تنضي مسرعة ومعظم أهلها في غفلة عما هو آت إلا من رحم رب الأرض والسماوات الحياة تنضي مسرعة يا سبحان الله لو عدت إلى الوراء قليلا لقلت رمضان الماضي أستشعر أنه كان في الشهر الفائت فقط اليوم لو عدت إلى اليوم الذي كان يقابله في الأسبوع الماضي لاستشعرت أنه كان قبل ساعة الحياة تنضي مسرعة والأعمار تجري والأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل وبعدها سيقف الجميع بين هذه الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الحياة تنضي مسرعة ومعظم أهلها في غفلة عما هو آت مثلهم كمثل أمواج البحر المتدفقة المتلاطمة كلما انكسرت على الشط موجة ثبعتها موجة وموجة وموجة مثلهم كمثل المياه المتدفقة في الأنهار والبحار والمحيطات أنت تنظر إلى الماء لكن أعلم أن الماء الذي وقعت عينك عليه اللحظة يختلف تماما عن الماء الذي وقعت عينك عليه قبل لحظة وأن تتصور أن الماء هو نفس الماء لا الماء يجري ويتغير والحياة تجري وتتغير أرحام تدفع وأرض تبلع أرحام تدفع نساء يلدن كل ساعة على وجه الأرض وأناس يقبرون كل ساعة على وجه الأرض أرحام تدفع وأرض تبلع أرحام تدفع وأرض تبلع وسيأتي اليوم الذي يتوقف فيه الوجود الإنساني كله وتنطفئ نجوم السماء وتتوقف المياه وتجف مياه العيون والآبار وتتوقف المياه في الأنهار والمحيطات والبحار ليقوم ليقوم الجميع بعد ذلك للوقوف بين يدي العزيز الغفار قال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القفار يوم تببل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القفار تغير كل شيء وانتهى كل شيء في هذه الحياة الدنيا وتوقف الوجود الإنساني كله قف مع هذه اللحظة فساعتك أنت أيها الحبيب اللبيب تبدأ فعلا بموتك وساعتي تبدأ فعلا بموتي وقيامتك تبدأ بموتك ستنتقل من عالم الدنيا إلى عالم آخر إلى عالم آخر yختلف تماما عن عالمك الذي تعيش فيه وقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الغاية التي من أجلها خلقنا وحقيقة الدنيا التي فيها وجدنا خلي بالك معايا أنا أخاطب عقلك وقلبك في آن لن أركز على العاطفة فحسب ولن أركز على العقل فحسب فقد تعمدت أن تكون السلسلة مبنية على تأصيل علمي ومنهج تربوي وأسلوب دعوي لأخاطب قلبك وعقلك في آن واحد لتتفكر في كل لفظة لتتدبر في كل كلمة أخاطبك بقلبي وكياني فأشهد الله أنني أحبك في الله وأرجو لك من الخير ما أرجوه لنفسي وولدي وأهلي وأسأل الله أن يحي قلبي وقلوبكم وأن يملأ قلوبنا بحبه وجلاله وعظمته إنه لذلك والقادر عليه أقول لقد بيّن لنا ربنا جل وتعالى حقيقة الغاية التي من أجلها خلقنا وبيّن لنا في الوقت ذاته حقيقة الدنيا التي فيها وجدنا فقال سبحانه وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هي دي الغاية هذه الغاية التي من أجلها خلقت أنت وخلقت أنا هذه الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار هذه الغاية التي من أجلها أنزل الله الكتب والصحف وأرسل جميع الأنبياء والرسل الكون كل خلق من أجل هذه الغاية من أجل أن يفرد الخلق الحق بالألوهية والعبادة من أجل أن يفرد الخلق الحق تبارك وتعالى بالألوهية والعبادة من أجل أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له تعرف على الغاية أوعى أوعى تقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأنضي في طريقي شئت هذا أم أبيته كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري لا حاش لله المسلم يدري المؤمن يدري من عرف الله جل وعلا يدري يدري أنه خلق خلقه الحق سبحانه وخلقه في الدنيا وخلقه لغاية لغاية بل وحدد له المصير فريق في الجنة وفريق في السعير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان إنه ولي ذلك والقدر عليه المؤمن يعلم أن الله خلقه وأن الله أوجده في هذه الحياة الدنيا لهذه الغاية ألا وهي العبادة وحدد له المصير الجنة أو النار أعاذني الله وإياكم من النار وجعلني الله وإياكم من أهل الجنة ورزقني وإياكم صحبة النبي المختار إنه ولي ذلك وهو العزيز الغفار إيه الغاية العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طيب أين أنا في هذه الحياة الدنيا ما حقيقتها ما حقيقتها قال الله سبحانه اعلموا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته والمربي الكفار هنا الزراع كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا الله والله يتعيش كلا مع الآية ثاني وثالث يفكر في القرآن وتدبر القرآن جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الربنيين انظر إلى حقيقة الدنيا لتعلم حقيقة الدار التي جعلها الحق تبارك وتعالى لنا محط ابتلاء وامتحان واختبار ونبلوكم بالشر والخير فتنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل للاختبار والامتحان للتمحيص فأنت هنا في موتقة اختبار وفي دار ابتلاء وامتحان الشر فتنة الخير فتنة ونبلوكم نختبركم بالشر والخير فتنة ابتلاء وامتحان واختبار فالدنيا دار اختبار وليس الدار قرار والدنيا دار ممر وليس الدار مقر انما الليل والنهار الى الجنة طريق الدنيا طريق اما الى الجنة واما الى النار ومزرعة اما ان تحسد تمارا تكون سبيلا لك الى الجنة او الى النار اعاذني الله وإياك من النار قال الله سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امل ويبين لنا حبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا فيقول في رواية جميلة رقراقة في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال المصطفى الصادق لو كانت الدنيا طب تصور الدنيا بكل ما فيها من زخارف مهرجة لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ذبابة ما سقى كافرا منها شربة ماء شايف الدنيا هيناء أدي على الله عز وجل لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح ذبابة ما سقى كافرا منها شربة ماء الدنيا للكافر وللمؤمن كل يأخذ منها بقدر أخذه بالأسباب يعني لا تتصور أن الكافر لو زرع أرضا والأرض هنا في الدنيا لو زرع أرضا حرثها وزرعها ورواها واعتنى بها لا تتصور أن الأرض لن تعطي للكافر الثمر بدعوى أنه كفر بالله جل وعلا الذي خلق الأرض وخلق الثمر لا ولا تتصور أن المؤمن الموحد بالله جل وعلا لو بذر البذر في الأرض دون أن يحرث الأرض ودون أن يرعاها ودون أن يروي البذر أو الثمر لا تتصور أنها ستعطيه الثمر لأنه مؤمن بالله الله خلق الكون وخلق الأرض وأودع الكون الأسباب والقوانين والنوميس وهو رب الكافر والمؤمن على السواق يرزق الكافر ويرزق المؤمن بل لو أخذ الكافر بالأسباب لأخذ ثمرة الأخذ بالأسباب ولو عطل المؤمن الأسباب بقلبه وجوارحه ما أعطته الأسباب شيئا على الأطلاق فحقيقة التوكل على الله صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب لا ينبغي أن ترفض الأسباب لا قلبا لا باطنا ولا بجوارحك يعني ولا ظاهرا فالدنيا هينة على الله سبحانه لا تسوي عند الله جناحة ذبابة ولما علم الفطناء والعقلاء حقيقة الدار حرثوها وزرعوها وفي الآخرة تجنى الثمار تأتاني والله الكلمة دول أقول لما علم الفطناء جعلني الله وإياكم منهم لما علم الفطناء حقيقة الدار حرثوها وزرعوها وفي الآخرة تجنى الثمار إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة الله اللهم اجعلنا من هؤلاء اسمع مني الكلمة دتاني ما أجملها وأروعها إن لله عبادا فطناء طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها أي في الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة نهرا أو بحرا جعلوها لجة ماء واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة ليعبروا ليعبروا بهذه السفن بسفن الأعمال الصالحة وسط هذه الأمواج المتلاطمة من أمواج الفتن فتن الشهوات والشبهات ليعبروا بهذه الأعمال الصالحة إلى جنة رب الأرض والسماوات الدنيا إخواني ويا أخوات الفضليات الطاهرات ليست مذمومة على الإطلاق وهذا من التأصيل العلمي الذي أود أن أركز عليه لأنني أخاطب جميع العقول بجميع مستوياتها وأسأل الله أن يرزقنا الفهم عنه سبحانه وتعالى أقول الدنيا ليست مذمومة على الإطلاق يعني ما فيش ذن للدنيا في القرآن وفي السنة لذات الدنيا إطلاقا لا لزمانها ألا وهو الليل والنهار ولا لمكانها ألا وهي الأرض أو ألا وهو الأرض ولا لخيراتها وما أودع الله سبحانه وتعالى الدنيا من نعيم إطلاقا إطلاقا الذنب الوارد في القرآن والسنة للدنيا ليس إلى زمانها وهو الليل والنهار كيف وهو القائل جل وعلا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور الليل والنهار آيتان من آيات العزيز الغفار والليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار إذا هم مظلمون كالليل آية من آيات الحق تبارك وتعالى وآية لهم الليل آية نسلخ منه النهار إذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم هذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى التي تستحق التفكر والتنبر والأرض آية أخرى من آيات الله عز وجل وآية لهم الأرض آية من آيات الله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حب فمنه يأكلون الآيات فالأرض من آيات الله قل شيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه من رزقه وإليه النسور الجبال الأنهار البحار الأشجار الثمار الخيرات كلها نعم الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن الإنسان لظلم كفار الله أما للذنب الوارد في القرآن في شأن الدنيا ما موضعه تدبر معي الذنب الوارد في القرآن والسنة في حق الدنيا إنما هو منصب فقط على كل ما يرتكب في الدنيا من معصية لا ترضي الحق سبحانه وتعالى إنما الليل آية النهار آية النعم آية البحار الأشجار الثمار كلها آيات للعزيز الغفار كلها آيات كريمة تستحق منا التدبر والشكر إنما الذنب على كل معصية ترتكب في الدنيا بدءا من الشرك بالله وهو أخطر المعاصي وأكبر المعاصي إلى أقل معصية إلى أن تلقي حجر على الطريق يعوق حركة الناس أو حتى أن تلقي مخلفاتك وأنت في سيارتك الخاصة مع أهلك وأولادك في الطريق العام لا يجوز ولا يليق ولا شك أن المعاصي متفاوتة وهناك كبائر وهناك صغائر كما أننا نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى جعل في الدين أصولا وأركانا وسمنا إلى غير ذلك فكل ما يرتكب في الدنيا من معصية لله سبحانه من معصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصب حينئذ الذنب الوارد في القرآن والسنة عليها على المعاصي على الذنوب أما الدنيا في زمانها في مكانها والأرض في خيراتها ونعمها لا ينسحب الذنب أبدا على هذا فهذا من آيات الله ومن خضل الله سبحانه وتعالى على خلقه وعباده لذلك يقول علي رضي الله عن علي وعن آل بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تدبر هذا الفهم الراقي يا سلام يقول علي ربي الله عنه أنني يعني أرى بعض أحبابنا حين يتكلمون عن الدنيا يتحدثون عن الدنيا بطريقة تشعر الآخرين بالتقصير أو بالخجل فترى الإنسان إن تكلم عن الدنيا ربما بصورة تجعل من يستمع لي يضع رأسه هكذا وتأتي الرأس وكأنه فارتكب شيئا محرمة لا أنت في الدنيا ما عليك فقط إلا أن تجتنب ما حرم الله سبحانه واستمتع بما أحل الله عز وجل لك كيف ما شئت المهم المهم أن لا تعص الله تبارك وتعالى وإن عصيت وزلت قدمك لبشريتك فما عليك إلا أن تجدد الأوبة والتوبة وأنت على يقين بأنه جل وعلا سأفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين اسمع لي علي رضي الله عنه يا الله يقول الدنيا دار صدق لمن صدقها الله عبارة عالية جدا جدا الدنيا دار صدق لمن صدقها أصدق أنت مع ربك في هذه المزرعة أحرف وازرع زرعا على منهج الله ورسوله لا تزرع أي زرع لا ازرع زرعا على منهج الله ورسوله بفهم الصحابة رضوان الله عليهم ودعي النتائج بعد ذلك إلى الله واجن الثمار بين يدي العزيز الغفار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أرجع معي لعلي رب الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنا لمن تزود منها ودار نجاح لمن فهم عنها فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة يا الله يا الله كلام غالي عاوش تسمعوا تاني أكيد استشعروا حلاوة كل لفظة وما أدراك ما علي فهو الخطيب المفوه والبليغ المؤثر الذي كانت تخرج الكلمات من بين شفتيه كأنها النور وتهتز لكلماته أعواد المنابر بل تهتز لكلماته الأرض ويزول عجبك إذا علمت أن الذي ربى علي هو المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول علي رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن تزود منها ودار نجاه لمن فهم عنها فهي مهبط وحي الله هنا نزل الوحي نزل الوحي في الدنيا نزل الوحي من السماء على رسوله في الدنيا في الأرض يا لها من شرف ويا لها من كرامة أن تشهد الأرض وحي السماء وأن يربط رسول الله وإخوانه من النبيين وموصلين الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة ألا وهي صلة الوحي كرامة كبيرة يقول فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله صلى في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من النبيين ومرسلين فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله اللهم اجعلنا منهم ومتجر أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة الله من أنت لن تحصل الجنة الآخرة إلا إن غرست هنا في الدنيا إلا إن عبرت هذه القمطرة ألا وهي الدنيا عبوراً إما أن يوصلك إلى جنات النعيم أو إلى الأخرى أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الأخرى نعم أيها الأفاضل اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث روال بخاري ومسلم الحديث أنس رواية في غيط الرقة والجمال يقول سيد الرجال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة صور حضرتك ممكن تبقى في البيت وعندك مزرعة وأكل من هذه المزرعة إنسان أو طير التقط شيئاً من مزرعتك أو بهيمة التقطت شيئاً من مزرعتك تصور أنك يوم القيامة بينادي الله تبارك وتعالى ترى هذا في صحيفة حسناتك وأنت في بيتك لا تدري عنه أي شيء أذر إلى حقيقة الدنيا أنا أود أن أركز تماماً على هذه الجزئية حتى لا تنظر إلى الدنيا نظرة خاطئة بل ابدأ الحياة ولا تيأس ولا تقنط ولا تحزن وأعلم أنك هنا في أيام إن وظفتها توظيف صحيحاً لخيري الدين والدنيا فأنت في جنة وأنت في هذه الحياة والله إن لم تدخل جنة الدنيا لن تدخل جنة الآخرة والله إن لم تدخل جنة الدنيا لن تدخل جنة الآخرة وأخي المؤمن عيش في جنة هنا في جنة والله عيش في سعادة عيش في رضا يعلم تماماً حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ما عنده تمزق داخلي ما عنده تشتت من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة إيه دي جنة الدنيا هذه جنة الدنيا من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إيه دي السعادة الحقيقية الإيمان والعمل الصالح عمل صالح للدين والدنيا على السواء جد دنية حتى وأنت في عملك الدنيوي جد دنية لتؤجر عليه جد دنية في أنك تعمل انتثالاً لأمر الله ورسوله وجد دنية لتحصل أجر الآخرة ولن تحرم على الإطلاق ثمرة عملك في هذه الحياة الدنيا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة ينتحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة فتعرف على حقيقة الحياة الدنيا إذا عرفت ذلك أيها الحبيب اللبيب فاعلم يقيناً أن الحياة الدنيا محدودة بأجل فاتش عن حياتك أنت لا تنظر إلى الحياة الدنيا من خلال نظرتك للأمم والقرون السابقة واللاحقة لكن انظر إلى الحياة الدنيا لتتعرف على زمنها المحدود من خلال حياتك أنت فحياتك الدنيا مدة بقائك في هذه الأرض هذه حياتك هذه مدة حياتك في هذه الدنيا في هذه الأرض فالحياة على ظهر الأرض بالنسبة لك والنسبة لي موقوتة محدودة بأجل وكذلك بالنسبة للحياة الدنيا وإن طالت فهي موقوتة محدودة بأجل وستنتهي هذه الحياة الدنيا حتماً بالنسبة بصفة عامة وبصفة خاصة بالنسبة لي ولك إن طالت فهي قصيرة وإن عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر فالحياة موقوتة محدودة بأجل ثم تأتي نهايتها حتماً فيموت الصالحون ويموت الطالحون ويموت المجاهدون ويموت القاعدون ويموت المعتزون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد ويموت الصرفاء الحريصون على الحياة في عزة وكرامة ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن يموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهواتهم الحقيرة ونزواتهم الرخيصة الكل يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه إنها الحقيقة الكبيرة إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لطهار السماوات والأرض إنها الحقيقة التي تنادي في أذن كل سامع وعقل كل أديب وكبير ومفكر أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت إنها الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون بل والعصات والطائعون إنها الحقيقة التي تصرب لدها طوعا أو كرها كل إنسان على وجه هذه الأرض وفي هذه الحياة كل باك فسيذكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلم دعا كما قد فات في زمن الصبع واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب ورغم منك وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسن لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل كم أمرك قال الرجل ستون سنة قال الفضيل إذن أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل فقال الرجل إن لله وإنا إله راجعون قال الفضيل هل تعرف معناها قال نعم أعرف أعرف أني عبد لله وأن إليه راجع فقال الفضيل يا أخي من عرف أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه ومن علم أنه موقوف بين يديه فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فليعد للسؤال جوابا فبكر الرجل وقال يا فضيل وما الحيلة قال الفضيل يسيرة قال ما هي أرحمك الله قال اتق الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك وسأل سليمان ابو عبد الملك أبا حازم العالم الزاهد العابد وقال يا أبا حازم ما لنا عند الله لماذا نحب الدنيا ونكره الموت وقال أبو حازم لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراق وقال سليمان عبد الملك فما لنا عند الله يا أبا حازم قال اعرض نفسك على كتاب الله لترى ما لك عند الله جل وعلا فقال وأين أجد ذلك يا أبا حازم قال في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال سليمان أين رحمة الله يا أبا حازم قال إن رحمة الله قريب من المفسنين إن رحمة الله قريب من المفسنين وقال سليمان عبد الملك وكيف العرض على الله تبارك وتعالى غدا فقال أبا حازم أما المؤمن فكالغائب يرجع إلى أهله وأما المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده تنبر هذه الحقيقة أعلم أنك تعرفها وأنا أعرفها لكننا نغفل عنها نتناساها لا نذكرها إلا ربما ونحن نحمل جنازة بل وربما يتغافل عنها بعض من يسيرون في الجنازة فتراهم يتحدثون في أمر من أمور الدنيا وهم يرون الموت أمام عينهم بل ويحملونه على أكتافهم وقد انشغلوا حتى في هذه اللحظات عن هذه الحقيقة التي ذكرنا بها رب الأرض والسماوات وذكرنا بها نبينا عليه أفضل السلام وأزكى الصلوات وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق الموت له سكرات له كربات حتى قال رسول رب الأرض والسماوات والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة كان يمد النبي يده في قدح به ماء ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وتقول عائشة رب الله عنها والحديث في صحيح البخاري وغيره مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي يعني ورأسه على صدرها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي ولا أكره شدة الموت لأحد بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتبدى الموت على الحبيب وقال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وآهم ثم آهم لو وجدت شيطانا عند رأسك أعاذ من الله وإياك من ذلك يعرض عليك دينا آخر غير دين الإسلام في هذه الكربات وفي هذه السكرات وفي هذه الغمرات قد ترى الشيطان يجلس ليعرض عليك دينا آخر في هذا الوقت وقد استذل بعض أهل العلم على قضية عرض الأديان على بعض الناس أثناء الموت بحديث في صحيح مسلم بصدر حديث رياه مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال يحضر الشيطان أحدكم في كل شيء من شأنه وقد صيل الشيخ الإسلام المتيني عن قضية عرض الأديان على من يموت وهو على فراش الموت فقال كما في المجلد الرابع في الصفحة الخامسة والخمسين بعد المئتين من مجموع الفتاوى قال من الناس من تعرض عليه الأديان ومنهم من لا تعرض عليه الأديان وهذا في الجملة من فتنة المحيا والممات التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله منها في كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم أو من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال تعرض عليك قال عبد الله بن الإمام أحمد ابن إمام أهل السنة حضرت وفاة أبي فسمعت أبي يقول لا بعد لا بعد لا بعد فلما أفاق قلت له يا أبي ماذا تقول قال ماذا أقول يا ابن قال تشير بيدك تقول لا بعد قال يا ولدي شيطان جالس بمحاذاة رأسي يقول لي لقد فتني يا أحمد ولا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت على الدين على التوحيد إمام أهل السنة لحظة من أشد اللحظات لحظات الشكرات والكربات وجاءت سكرة الموت بالحق هل تعلم ما هو الحق الحق أنك تموت وأنا أموت والله حي لا يموت وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن يكون القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران رغم أنف المنكرين جعلني الله وإياك من المؤمنين المصدقين لرب العالمين ولسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يعني تهرب تجري تفر تحيد إلى الطبيب تجري على الطبيب إذا جاءك المرب خوفا من الموت وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت ثم ماذا أيها القوي الفتي أيها الذكي العبقري يا أيها الكبير ويا أيها الصغير يا أيها الغني ويا أيها الفقير يا أيها الصحيح ويا أيها المريض كل باك فسيدك وكل ناع فسينع وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من على كالله أعلى اضر إليه لترى ضعفه في هذه اللحظات قال جل وعلا كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وفتح السجل وفتح الملف وفتح الكتاب وإذا به فلا صدق ولا صل لا حول ولا قوة إلا بالله فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتولى أعرض كذب بآيات الله وكذب بأحاديث رسول الله ولكن كذب وتولى أعرض عن الحق وحاد عن الطريق كلا إذا بلغت التراق وقيل من أراق قال ابن عباس رضي الله عنهما وقيل من أراق أي من يرقى بروحه إلى السماء هل ترقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب يا رب سلسل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنى وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أهل الإيمان أهل التوحيد أهل الاستقامة تتنزل عليهم ملائكة من الله جل وعلا ملائكة التثبيت الله أكبر ملائكة التثبيت يقول لك سبحان الله فلان كان على فرش الموت بيدحك وكان يكلم أناسا لا مراهم إنه يرى الملائكة إنه يرى ملائكة التثبيت يا لها من لحظات ربما يعاين ما أعده الله عز وجل له في شنات النعيم نعم في هذه اللحظات تحضر الملائكة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رب نماجة وغيره بسن حديث أبي هريرة تحضر الملائكة أي تحضر عند الموت وسأفصل ذلك في الحلقة القديمة إن شاء الله تعالى تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالح تقول الملائكة أي لروحه اخرجي أيها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب مراد غير غضبان يا رب يا رب اجعلنا من هؤلاء الأصياء الأولياء الأتقياء وإن كانت الأخرى يقال لروحه يتوى الروح الخبيثة اخرجي إلى صخة من الله وعذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون من أنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعون ما تريدون وما تشتهون وما تطلبون نزلا من غفور رحيم النزل النزل هو ما يعد ويهيأ للضيف من كرامة أرجو أن تتخيل أنت وأنت تخيلي أنت تخيلوا أيها الأفاضل نزلا يهيئه لنا ربنا جل وعلا الكريم الحنان المنان نزلا من غفور رحيم كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق أي من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب قال قتابة والضحاة وقيل من راق أي تعرفوا على هذه الكلمات في الحلقة القادمة إن شاء رب الأرض والسماوات أسأل الله ذل وعلا أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان وأن يرزقني وإياكم حسن الحاتمة وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته